نحن مجموع من المترشحين على رأسي اللوايح الوطنية للشباب من أحزاب الأغلبية الداعمة لفخامة الرئيس الجمهورية سيد محمد الشغلازواني طبعا نافذنا في هذه الانتخابات على افتراضي أننا ننافسه بشرف وبالتالي نافذنا بشرف وحصلنا على آلاف الأصوات بل وصل بعضنا إلى حدود 20 ألف صوت لكن المشريات التي صارت عليها العملية الانتخابية تظهر أننا كنا أمامه عملية انتخابية مطعنون في مصداقيتها للعدد من العوامل بدءا بتعين رؤساء مكاتب التصويت بدءا كذلك لا منع ممثلينها من حضور الفرس بدءا كذلك مرورا بعدم تسليم المحاضر إلى الممثلين وكذلك مرورا بعدم تطابق النتائج الموجودة في المحاضر مع ما تدخلهن لجنة من النتائج بالتالي أصبح هناك نوع من التصرف والتغيير في المحاضر الرسمية الموقعة من طرف رؤساء مكاتب التصويت إن وجدت هذه المحاضر وهذه النقطة النقطة الأخرى والأخيرة وهي أنه في الأخير أصبحت هذه النتائج يتم منفخها لبعض الحزاب على حساب بعض الآخر بالتالي إما شكل تغييرا كبيرا في ترتيب لوائحنا على مستوى الفرز ترجمة نانسي قنقر